ورصدت النهار من سوق المواشي بولاية بشار برصة أسعار الأضاحي لهذه السنة أين يشتكي المواطن البسيط من الارتفاع الكبير المسجل على غرارية السنوات الماضية فيما برر الموال ذلك بارتفاع أسعار الأعلاف وندرة المياه وانشغالات أخرى رصدها الزميل مهدي بوشتة ونحن نطالبون ناجد دولة بشكون في تدخل لهذه المسألة لحد الموال المسكين مغبون من جهة العلف والمواطن البسيط ما عنده جهد بشي شري طرح الموال مازا من جاو قلال شوية والحولها رغالي من سبعة وخمسة وستين من ستا والعنزارة من الرابعة خمسة وخمسين خمسة وثلاثين قل لك موال ما جاو بسبب الحرارة الحرارة ومش مش حرر кто أنت تسع وتسع وتسع وأعين درجة حر وقالك أناه يضمون عن الله فينيس وقالك أناه خمس مائة الف أربعمية وكاين الموال هنا يرون ما جاو شلا خطر شواش لدينا هنا السوق شوية عيان وماذا بيكو تديروا له السوق زين وحيطرها مكان شو عنده الخيان ومره جاتها واحد السوق رغالي وكشوف غلواطا ما كانت واحد ماذا بيكو طلبوا السلطات يزينوا غير ترجمة نانسي قنقر